كابتان احمد صلاح هو اللي كان أقرب واحد لك من ونت صغير من ونت في النادي يعني لحد دلوقتي طبعاً سعرين أنتو الاتنين في بينكم صداقة وصبيرة جداً وعلاقك هوي قوي كان هو كان كابتان احمد صلاح كان أقرب واحد لك حتى ونتو صغيرين في قطاع الناشئين مظبوط كان احمد هو أقرب واحد لي عشان أنا احماد كنا بنلعب نفس المركز ونحن صغيرين حد بل يعني حد وقتنا هذا ابتديني نفس المركز مع بعض كنت بتلعبه في مركز مختلفة وبعد كده بدلته صح وكان احمد بردو بليميكر بعض الاوقات وبعد كده اجي كابتن برين فخردين اصر اللي عبدالله يلعب مركز بليميكر محدش غار مدربين والحمد الرب على مين يعني مشيت بشكل كويس والحمد الرب على مين كابتن عبدالله مين كان اكتر واحد في الملعب لما دخلت تلعب كرة طايرة مين اكتر واحد كان بيساعدك او بيأهلك ان انت تلعب كرة طايرة وتتميز في اللعمة دي اكتر ولاة طبعا كل مدربين اللي المرانوني طبعا في كل المراحل السنية من اول 15 سنة يعني اول ما كانه يكون عبدالن حمد راجعب وبعد جالة كل المدربين بقى كابتن جمع وكبتن ريدا الغزالي كابتن جابره عب سلام كابتن امدوه اسماعيه كابتن ط48 فريد لحد ما اطلعت الدرجة اوله طبعا كابتن بان وفخر الدين لحد ما اطلعت درجة اوله وطبعا مدربين اللي كانوا معاي فى المنتخب كابتن شيفر الشسونلي كابتن جابر عباطي رحمة الله عليه كل المدربين مرنوا في كل المراحل طبعا مش عايزة نسحد فيهم ساعدوني الحمد للرب عامين لحد المفصلت في الحمد لله حمد لله كابتن طب مين المدرب اللي فضل على كابتن عبدالله عبدالسلام وخلاه دلوتي طبعا من افضل صناع الالعاب او صنع الالعاب في تاريخ الكرة الطائرة المصرية طبعا اول واحد طبعا هو اللي اكتشفتني في الموضوع البيان بيكر ده طبعا كابتن مفخر الدين بعدي طبعا عطول يعني الحمد لله لحد دلوتي علاقت بيه كويسة يعني زي ما قولك الاب الروحي بالنسبالي واخي كبير بالنسبالي كابتن شريف الشيميلي طبعا يعني انسان محترم انسان خلوك لحد دلوتي يعني على طول الاتصال معايا لحد وقتنا هذا مش منقطع خالص سواء انا مسافر في الاحتراف سواء انا موجود في مصر على طول من اوائل الناس باخدوا رأيهم في اي مشكلة او اي حاجة عندي